إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم تشهد المنتجات المحلية للإقليم خاصة الغذائية منها إقبالا ورغبة من الخارج عليها وقد حث مصرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتعليم والتغليف للمنتجات المصدرة إلى الخارج لكي اتصل إلى المستهلك بأبهى صورة جاء ذلك في تصريح أدلا به على هامش افتتاح مصنع التعبئة والتغليف التابع للشركة فابياب في مدينة أربيل وقال بارزاني في تصريحه أن ما يبعث على السرور أننا نشاهد قطع الصناعة يزدهر في إقليم كردستان وسيكون مؤازرا ومحفزا لقطع الزراعة حيث تمكننا وخلال مدة قصيرة من تصدير محاصيل المزارعين والمنتجات المحلية لإقليم كردستان إلى الخارج وأضف أن مثل هذه المصانع تكون مؤازرة جدا في عملية التسويق والترويج وللأشياء التي تتطلبها العلامة التجارية لمنتجاتنا وأتبع بالقول أن منتجاتنا لها طعم ونكهة خاصة وهناك رغبة كبيرة عليها وما تبقى هو أن يتم الترويج لها وتسويقها وتعليبها وتغليفها بطريقة جميلة ومرتبة لكي نتمكن من تصديرها بأبها صورة